إخواني وأخواتي لقد تعبتم من سمعي هذه الجملة كل مرة إذن إخواني وأخواتي مرحبا بكم في دورة جديدة من تعلم C++ في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى شيء آخر طبعا في الفيديو السابق تكلمنا عن طريقة طبعات Hello World 10 مرات وقلنا أنك الأستاذ أعطاك إلى آخره وكفانة فلسفة في هذا الفيديو سنستطرق إلى طريقة أخرى للقيام بنفس العملية وللك باستعمال ال While Loop ال While Loop أو ما يسمى بحلقة استكرار هي نفسها نفس الفورلوب ولكن بشكل آخر أنا دائما أقول أن الفورلوب هي أقوى من ال While Loop لأن ال While لا تعطيك تحكم كبير بالكود ولكن يبقى لكل مبرمج الحق في قول ما يريد لأن كل شخص يستعملها بشكل مختلف يعني كل شخص يحب أن يستعمل الفورلوب وشخص آخر يحب أن يستعمل ال While Loop أنت الآن ستختار أي وحدة ستختار عندما تفهم الاثنتين معا طبعا هنا طلب منك الأستاذ أن تقوم بطبعات Hello World طبعا ستقوم بكتابتها بهذا الشكل قناة وستعطيها للأستاذ وتقول له هذه هي الطريقة التي طلبت مني أن أكتب بها Hello World هو يريد منك أن تقوم بتصميم سكريبت لكتابة هذه الطريقة هنا سنأتي إلى ال While وهي تقوم مدامة يعني مدامة أو طريقة التي أولا تكتب بها ال While وهي أنك يجب أن تأخذ متغير أولا نفسها نفس الفورلوب يعني تأخذ X ولكن لا تأخذه داخل الأقواص تأخذه خارج الأقواص X تساوي 0 تأتي إلى ال While وتقول مدامة X ليس أصغر من 10 يعني مدامة X لا تساوي 10 إطبع لنا Hello World يعني تريد أن تطبعها إلى أن يصل X إلى 10 حسن جدا إذن سنجرب الكود الآن إذن قلنا له الآن أخذنا متغير X أعطيناه القيمة 0 وقلنا له While X أصغر من 10 إطبع لنا Hello World ثم يجب أن نقوم بإضافة عدد إلى X سنقوم بإضافة X++ وقلنا أن X++ سنضعه داخل تعليق حتى تتذكرون نفسها نفس X تساوي X زائد 1 هنا بالأعلى يعني إذا وضعنا X زائد 1 هنا نفسها نفس X++ ولكن المنبرمجين يجب أن يضعوا X++ لأنها أفضل من X زائد 1 وكذلك يعني لتوضيح الكود لا أقل ولا أكثر قلنا أنه X++ إذن سنقوم الآن بالطباعة ونفهم ماذا سيحصل على بركة الله ونشاهد إذا كان سيطبع لنا Hello World 10 مرات كما تجدنا فلقد طبع لنا Hello World 10 مرات كيف اشتغل هذا الكود؟ اشتغل أننا أخذنا متغير إنتجر الذي أعطيناه قيمة صفر يبدأ من صفر وأتينا إلى هنا وقلنا while مدامة X هنا لا تساوي 10 اطبع لنا Hello World ثم قم بإضافة 1 إلى X هنا وكل مرة سيطبع الآن في أول مرة ماذا سيحصل سيأتي الكود سيتحقق من أن X لازلت أصغر من 10 سيأتي وسيطبع Hello World ثم سيضيف 1 إلى X ستصبح بهذا الشكل ثم بعدها كذلك سيأتي مرة أخرى سيطبع Hello World ثم يتحقق هنا أن X لازلت أصغر من 10 لأنها 1 ثم سيضيف إليها 1 ثم ستصبح 2 إلى آخر إلى أن تصبح X تساوي 10 ثم سيتوقف عن طباعة Hello World داخل ال while loop إذن كانت هذه هي طريقة اشتغال ال while loop الآن يمكنك الاختيار ما بين ال for loop وال while loop ويمكنك كذلك أن تستعمل إثنين معا يعني الآن فهمنا for loop وفهمنا ال while loop في ال while loop نختار متغير خارج الأقواص في ال for loop نضع المتغير داخل القوس إذا لم تفهم ال for loop ارجع إلى الفيديو السابق وستجد شرح عن ال for loop لأنك ستحتاجها طبعا في هذه الدورة ولن أقوم بشرحها مقدما يعني لن أقوم بشرحها عندما أكتب أي code آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته